واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقاصص القصص لعلهم يتفكرون عاش بالعام بن بعوراء في زمن النبي موسى عليه السلام فكان حبرا من أحبار بني إسرائيل فتلقى العلم على يدي موسى كليم الله تعالى فتعلم التوراة منه فحفظها وفهمها حتى صار من كبار العباد ومستجاب الدعوة فكان يعرف اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه حتى أصبح من أعلم بني إسرائيل ولكن كفر بلعام بالله وظل عن طريق الحق بعد أن كان من المؤمنين العابدين الزاهدين في الدنيا فقد أرسل نبي الله موسى عليه السلام بالعام إلى أهل مدين لكي يدعوهم إلى التوحيد والإيمان بالله ولكن رفض أهلها وخافوا أن يقاتلهم نبي الله موسى عليه السلام وخافوا أن يحتل أرضهم بنو إسرائيل فطلبوا من بلعام بن بعوراء وكان مستجاب الدعوة أن يدعو على نبي الله موسى عليه السلام وقومه بالهلاك فقال لهم ويحكم ماذا تريدون إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي ولكن أهل مدين أغروه بالمال والعطايا الكثيرة وعرضوا عليه كل ما يتمناه لكي يترك دعوة موسى عليه السلام ويعيش بينهم غنيا وسيدا فعلم موسى عليه السلام بذلك فقرر أن يسير بقومه إلى تلك الأرض ليدعوهم إلى دين الحق فنزل قريبا منهم فعلم أهل القرية بذلك الأمر فهرعوا إلى بالعام يستنجدون به ويقولون له لقد جاء موسى بن عمران ليخرجنا من أرضنا ويقتلنا ونحن قومك فقال لهم بالعام وماذا أفعل فقالوا له أنت رجل مؤجاب الدعوة فادعوا على موسى وقومه بالهلاك فقال لهم ويحكم إن هذا نبي الله وهؤلاء قومه كيف أدعو عليهم إنكم تلقوا نبي إلى التهلكة فاستمروا في تحريضه حتى أطاعهم بالعام بن باعراء ووافق على طلبهم فركب حماره ليذهب إلى جبل يدعو فيه على نبي الله موسى عليه السلام وقومه بالهلاك فكان حماره يمتنع عن السير فيضربها حتى أنطقها الله فقالت له إنك تسوقني والملائكة يردونني ويلك كف عني أتذهب ويحك إلى مناوأة نبي الله الذي علمك اسم الله الأعظم لتستجلب به رضاه أو سخطة فتدعو على نبيه فتردل عنها ونظر إلى بني إسرائيل وقال لهم إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي فأغروه بالمال حتى وافق على ما طلبوا فصعد إلى التبل ودعا على نبي الله موسى عليه السلام ومن معه فغضب الله منه غضبا شديدا فكان كلما دعا على نبي الله موسى عليه السلام وقومه بالشر والهزيمة حول الله لسانه بهذا الدعاء على قومه وكلما دعا لقومه بالنصر والخير حول الله لسانه بهذا الدعاء إلى قوم موسى عليه السلام فيعم عليهم الخير والبركة فعلم أهل القرية بذلك فذهبوا إليه وقالوا له ويحك يا بالعام أنت تدعو لهم بالخير والنصرة وتدعو علينا بالشر والهزيمة فقال لهم والله أعلم ذلك ولكن هذا يحدث دون إرادتي فماذا أفعل فقالوا له هل ستتركنا هكذا فماذا نحن فاعلون أيضا فقال لهم بالعام لقد خسرت دنياي وآخرتي بسببكم ولم يبق لي سوى المكر والحيلة سأحتال وأمكر حتى تتمكن من هزيمة بني إسرائيل ثم قال إذا ارتكب بني إسرائيل المعاصي فسيخذلهم الله وينزل عليهم العذاب الشديد ففكر بالعام في حيلة وهي أن يجملوا نساءهم وأن يعطوهم استلع ليذهبوا بها إلى بني إسرائيل وأن لا تمتنع أي منهن عن أي رجل من بني إسرائيل إن أرادها وطلب منهم أن تترك زوجاتهم رجال بني إسرائيل يزنون بهم حتى يصبحوا من العاصين فينزل الله عليهم العذاب الأليم ففعل قوم بالعام ما أمرهم به فرأى أحد رجال بني إسرائيل امرأة جميلة فأعجب بها وأخذها إلى نبي الله موسى عليه السلام فقال له إني أظنك ستقول هذا حرام عليك لا تقربها فقال موسى عليه السلام نعم إنها محرمة عليك فلا تقربها فقال الرجل والله لا أطيعك في هذا يا نبي الله فأخذ الرجل المرأة وزنا بها فغضب الله غضبا شديدا على قوم موسى عليه السلام فأرسل عليهم الطاعون فقتل منهم عددا لا يحصى فقام رجل من بني إسرائيل بعدما علم أن هذا الزاني هو سبب البلاء فأخذ حربته ودخل على من يزني ثم قتله وخرج به من قبة البيت رافعا يديه إلى السماء وهو يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك فتاب الله عليهم ورفع عنهم البلاء العظيم وروي أيضا أن بالعام بن باعراء دعا ألا يدخل موسى عليه السلام وقومه مدينة الجبارين فاستجاب له الله وبقي موسى وقومه في التيه فقال موسى يا رب بأي ذنب بقين في التيه فقال بدعاء بالعام قال موسى يا ربي فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه فدعا موسى عليه السلام أن ينزع الله عنه الاسم الأعظم فسلخه الله ما كان علي